السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن في الحلقة الثانية من حواراتنا مع وزير الإعلام الأردن الأسبق والباحث والكاتب والموثق الدكتور سيمير مطعوب نبدأ من حيث انتهينا انتهينا في الحلقة الأولى عند دور الجيش العراقي في حرب حزيران في ضوء الوثائق العربية والأجنبية ننكمل مع ضيفنا حول هذا الموضوع مرحبا بيتون أحلام بيك الوثائق التي حصلت عليها لابد أن تتحدث عن دور الجيش العراقي نعم تحدثنا عن أسباب النكسة أسباب الانكسار الآن نتحدث عن بعض الجوانب المشرقة عليك طيب تسمح لي مدام بدك تتحدث عن الجوانب المشرقة أن أبدأ بالـ 48 ومش بالـ 67 أوكي لأن القوات العراقية هي أيضا التي تمكنت من المحافظة على جزء الشمالي الغربي من فلسطين اللي هي المدن اللي بنسميها إحنا طول كريم جنين قلقيليا وعندما انتهت ووقعت الدول العربية على ما يسمى اتفاقيات الهدنة رفض العراق أن يوقع لذلك كان طبيعيا أن ينسحب العراق واشترط الملك عبدالله الأول أنه تحل قوات الجيش العربي عن القوات المسلحة الأردنية محل القوات العراقية التي ستنسحب إلى مدينة نابلس تمهيدا لعودتها إلى العراق لأنه رفضوا أن يكونوا جزءا من اتفاقات الهدنة اللي وقعت في ذلك الوقت والسبب الحقيقة وأنا هنا لذلك بقولك يعني أنا يعني لدي قناعة كاملة أن قادة الجيش العراقي في ذلك الوقت كان لديهم تصور استراتيجي أكثر شمولية من الضباط في الجيش العربية الأخرى لماذا؟ ما هو أنا عشاني أقول لك لماذا؟ لأنه الجيش العراقي في ذلك الوقت يعني كان يدرك أنه كان بإمكانهم أن يتقدموا أكثر حتى أنه ضابطا عراقيا قال لي كان بإمكانهم أن يصل إلى نتال أبيب ولكن حال بينهم عدم الأوامر أو كانوا يقولوا ماكو أوامر بالعراقي العراقي ماكو أوامر يعني معناها قف حيث أنت هلأ تلكرم وقلقي له هذه المناطق تبعد عن شاطئ البحر المتوسط حوالي 15 كيلومتر أي أن الجيش العراقي بقوته في ذلك الوقت كان يستطيع أن يصل إلى تال أبيب وبالتالي كان بإمكانه أن يقسم فلسطين إلى قسمين الجزء الشمالي الغربي اللي هو كان في الأساس هاي التصور للحقائق على الأرض تقول؟ لا لا أنا بحكي حقائق على الأرض كان بإمكانهم هذا ما حصلش لكن لو أن الجيش العراقي استمر في تقدمه وفي النجاح الذي سجله في ذلك الوقت وين الميزات اللي تمنح الجيش العراقي هاي همش أوابر من العراق لا وين الميزات اللي تمنح الجيش العراقي هاي القوة وهاي الزخم؟ كفاءة الجندي، السلاح، الإخلاص يعني أنا بعتقد أنه أول تنين يعني قفاءة الجندي وكفاءة القيادة لأنه الحقيقة يعني يجب أن لا ننسى أنه في ذلك الوقت العالم العربي كان لساته في بدايات عصر العلم والتعلم لأنه إحنا خرجنا من العهد العثماني نيل يعني العالم العربي كان الشيء الوحيد الذي يعرفه الناس هو ما يقرؤه في الكتاتيب اللي هو حفزوهم القرآن الكريم ولا شيء آخر لذلك الحقيقة يعني كان في حالة جهل مطبق بدأت يعني تخف تدريجيا بعد أن أقيمت المملكة العربية السورية اللي أقامها الملك فيصل ثم العراق وبعد ذلك الأردن بقيادة الملك عبدالله الأول لذلك الحقيقة يعني أنا بعتقد أن الميزات الأساسية في القوات العراقية في ذلك الوقت كانت القيادة والجندي الاثنين الجندي لديه الشجاعة والرغبة في الفداء والاستشهاد هو جاي يدافع عن الأرض المقدسة أرض القدس أرض الأنبياء يعني طيب يجب أن لا ننسى أنه هاي بالنسبة للعرب الذين كانوا متدينين في ذلك الوقت أكثر من الآن يعني بالسبعة وستين بالسبعة وستين يا سيدي الجيش العراقي كان يفترض أن تأتي فرقة مدرعة عسكرية عراقية لتدخل إلى الأردن وكان الشرط بموجب خطة القيادة الموحدة اللي وضعت اللي أنشأها مؤتمر القمة كما قلت أنا في الأربعة وستين أن تدخل القوات العربية التي يفترض أن تساند الجيش العربي الأردني أن تدخل في حالة ما إذا باتت احتمالات الحرب يعني شبه أكيدة فلذلك جاءت هذه الفرقة من العراق ووصلت إلى الحدود الشرقية للأردن ما الذي كان يفترض أن تفعله أن توفر ما يسمى قوات الاحتياط لكي تتقدم قوات الاحتياط الأردنية إلى الأمام وتصبح قوات هجومية عارف كيف لكن نعود إلى أحمد سعيد والإذاعات الإذاعات الفالسو اللي كان يذيها أسقطنا 17 طائرة و19 طائرة و20 طائرة كان يخرج وآه الآن القوات العراقية الباسلة تتقدم عند الكيلومتر 645 شو بدهم الإسرائيليين أكثر من هيك تطلع الطيارات عند فلذلك الحقيقة وصلت القوات العراقية وهي في حالة إنهاك شديد لكن إنهاك شديد ما أدى إلى أنه يعني لم تستطع أن تدخل لتلعب الدور الذي كان مناطم بها وفق الخطة اللي وضعتها القيادة العربية الموحدة في ذلك الوقت فالحقيقة نرجع ركتور أراك تحمل الثوريين بين قوسيا المسؤولية الكبيرة يا سيدي ما هم الثوريين اللي باعونا شعارات إلى أن شبعنا شعارات شبعنا شعارات حرب التحرير الشعبية شو حرب التحرير الشعبية؟ قال يعني أنه أنه إسرائيل يمكن هزيمتها مش بجيوش عربية نظامية وإنما حرب التحرير الشعبية يعني فدائيين وطبعا رأينا ما الذي حصل بعد أول غارة قاموا فيها منظمة فتح اللي ساعدتها سوريا على النشوء وعلى التدريب والتسليح وإلى آخره أول غارة قاموا فيها من الحدود الشمالية اللي هو من سوريا ردت إسرائيل بأن هاجمت قرية السموع في جنوب الأردن أو في جنوب الضفة الغربية منطقة الخليل ودمروها فوق رؤوس أهلها لكي يعلموا العرب درس خلي خلي نوصل شوية شوية يعني يعني نقفز على المنهجية التاريخية ونوصل إلى عام ثمانين ثمانين آه نعم حرب العراقية الإيرانية نشكرا نعم وكان موقف الأردن مصطفى إلى جانب العراق يا سلام وكنت حضرتك ترافق جلالة الملك في زيارات المستمرة للعراق يعني ما الذي كان يدور أثناء الزيارات يا سيدي شوف إحنا يجب أن كانت الاجتماعات ذات يعني ثلاثة بأسميها مستويات كل الأعضاء الوفد الأردني الأردني مع الوفد العراق مع الممثلين يعني المقابلهم من الإخوة العراقيين أيضا وفد أو القيادة فقط يعني جلالة الملك ملك والرئيس مع الرئيس هذا وأحيانا يدخل واحد أو اثنين من القادة يعني من عندهم قادة العسكريين آه مش بالضرورة العسكريين يعني أنا بذكر كان خادس ياسين طاه ياسين رمضان طارق عزيز يعني هذول كانوا أحيانا يدخلوا ومن عندنا كان رئيس الوزراء القائد العام أو رئيس الأركان أو العسكري الذي كان يرافق وأحيانا زي ما قلت لك يكون كل أعضاء الوقت الحقيقة يعني أنا من خلال أحاديثي مع الملك حسين أضا يرحمه أولا كان ينطبق من منطلق عروبي قومي بحث أولا كما ذكرت لك أنا في السابق أنه الملك حسين كان دائما يعتبر أنه واجبه تجاه العمل العربي شيء أساسي بالنسبة إليه كزعيم وارث الثورة العربية الكبرى والعراق كدولة أول من أنشأه فيصل هذه واحد تنين الحقيقة أن العراق لم يقصر مع أي دولة عربية على الإطلاق وخصوصا الدول العربية المتاخمة في الحدود لإسرائيل كما ذكرنا ثالثا وهو الأهم كان يدرك بعد قيام نظام الخميني أن المنطقة العربية في شرق العالم العربي يعني منطقة الخليج والشرق قد أصبحت مهددة بالغزو أنا بسميه الفارسي بين مزدوجين لأنه كان يعتقد أنه بعد مراحش شاه بعد ما انتهى أنه هذه الأطماع بين مزدوجين الفارسية انتهت لكن ثبت أنها لم تكن قد انتهت لذلك الحقيقة يعني بات واضحا لدى الملك حسين أن العراق يدافع عما أسماه في ذلك الوقت البوابة الشرقية للوطن العربي يعني المدخل لكي تسيطر على المشرق في الوطن العربي كما هو الحال الآن هو العراق هل طلب العراق دعم من الأردن دعم عسكري؟ يعني أنا يعني أنا طبعا الأشياء العسكرية أنا لم أكن مطلعا عليها لكن كونه أنه كان دائما يشارك في الوفد الذي يذهب إلى بغداد أثناء الحرب العراقية الإيرانية يعني أنه كان ثمة دورا عسكريا للأردن في هذا الموضوع ربما يكون نوع من الاستشارة خصوصا أنه مرة يعني مرة واحدة فقط أنا حضرت اجتماع جاء ضابط كبير الحقيقة غاب عني اسمه الآن عمل يعني جاء بالقرائط وبلش يشرح بحضور جلالة الملك والرئيس نعم نعم لما أغرقوا إيش يسمى المناطق اللي أغرقوها بالمياه مجنون ما مجنون آه هي هاي المناطق هذا يعني كان ثمة انتصار هائل في ذلك الوقت حتى لدرجة أن الدبابات التي غنمها الجيش العراقي ودبابات تشيفتن أهداها الرئيس صدام للأردن يعني كنوع من أنواع التعبير عن الامتنان فلذلك يعني أنا المرة الوحيدة التي أذكر أن يعني كان للعسكريين يعني دور توضيحي هو ذلك البرزنتيشن الشرحي اللي قدمه ذلك الضوء وأعطموا لحظات جلالة الملك لا لا هو كان القصد أن يشرح للملك ما الذي قامت به وتقوم به القوات العراقية في ذلك الموقع هل كنت مع جلالة الملك عندما أطلق طلقة من المدفع باتجاه إيران؟ لا 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 ما كنت أما أنا كنت لما جلالة الملك بدأ يدرك عندما يعني بدأ واضحا أن العراق على وشك الخروج منتصرا من الحرب أنه بدأت اللوبيات في أمريكا اللوبيات اليهودية بدأت إسرائيل تحرض اللوبيات اليهودية على تحريض أمريكا ضد العراق لأنه خصوصا بعدما ضربت تل أبيب بالصواريخ العراقية أدركوا وساعة إذن إحنا بدأنا نعرف يعني ولدرجة أنا حكيت في هذا الحكي مع الرئيس صدام شخصيا أن العراق دخل المعركة بجيش وخرج بجيش ثلاثة أو أربعة أضعاف الجيش اللي دخل فيه المعركة ثانيا دخل بعتاد وأسلحة خرج من المعركة أيضا بأضعافها لا لا خلي خلي نرجع إلى الأيام والأسابيع اللي سبقت الاجتياح العراقي للكويت لا لا طبعا ما شارك بقولك أنا أنه يعني في ذلك الوقت بدأ الملك حسين يحذر صدام حسين حذره بشكل صريح؟ نعم قال له يا أنا أمامي هذا وأشهد عليه تاريخيا قال له بس يا أبو عدي انتبهوا انتبهوا حاذروا في قراراتكم لأنه والله ثم تتآمر على العراق وأنا أربع أنه يعني يحصل شيء بعد هذا الانتصار فأجابه صدام بالحرف الواحد ما يليه قال له لا يا أبو عبدالله إحنا منتبهين إذن كانوا عم بحضروا لضرب العراق ولكن ينتظروا أن يتورط في شيء بس قبل دخول العراق اشتياح العراق كان جلالة الملك في زيارة قبل أيام بيوم 3031 كان زار العراق وزار الكويت زار الكويت نعم أنا لم أذهب في أي من الاجتماعين لأنه كان عندي مسئولية أخرى لكن يوم واحد الشهر واحد أب واحد أب نعم تصل في موظف من التشرفات الملكية وقال لي أنه جلالة الملك حابب يشوفك أو بده إياك يعني فتعال على الهدف رأساً طلعت على طبعاً يعني انطباعي الأول لأول وهلة أنه الرجل قلق واضح أنه قلق ومتعب طبعاً أنا بعرف أنه يعني الكويت والعراق كانوا آخر زيارتين قام بها بعد ماراثون من الاتصالات ليحاول أن طبعاً ليحاول كما فهمنا فيما بعد أن يجنب الضربة التي كانت آتية للعراق يعني كان يحاول أن يستبق هذه الضربة خصوصاً بعد ما بدأت تحتشد القوات الأجنبية في السعودية لذلك الحقيقة يعني أنا بعتقد أن الملك حسين قام بواجبه بتحذير صدام حسين لكن مع الأسف الشديد أن الرجل حتى كلفت أن تذهب للكويت يوم واحد شهر ما هو يا سيدي ما هو لماذا كلفت أنا الحقيقة جلالة الملك حسين الله يرحمه كان يعرف أنه أنا أسس صحيفة القبس في الكويت أنا كنت أول مدير عاملها وأنا أصدرتها فبالتالي كان يعرف أني أنا في خلال هذه الفترة يعني أقمت علاقات ودية مع عدد من المسؤولين الكويتين من ضمنهم الشيخ صباح الأحمد اللي هو الآن أمير دولة الكويت في ذلك الوقت كان وزير خارجية وكنت دايما أشعر لما ألتقي فيه أن الرجل يعني يشعر نحوي بمواد واضحة يعني ما كانتش علاقة صداقة إنما الرجل كان يعني يلتقيني بمواد واضحة مدير مكتبه كان دبلوماسي كويتي في لندن أنا تعرفت عليه في لندن ثم بعد ذلك جاء ليكون مدير مكتب للشيخ صباح فبيقول لي الملك الله يرحمه بقول لي أنت صديقك مدير مكتب للشيخ صباح قلت له يا سيدي آه صديقي بس يعني زمان صلي ما شفته قال لي هاي التليفون اتصل معه أمرك قال لي أخبره أنك أنت جاي على الكويت الليلة تحمل رسالة مني للشيخ صباح رسالة شفائية يعني الحقيقة الملك في اجتماعه الأخير انتبه أنه التصلب كان من الشيخ سعد العبدالله وأنه الشيخ صباح يعني كان يظهر يعني رجل دبلوماسي يعني أولا هو كان وزير الخارجية لكنه في حقيقة الأمر كان دبلوماسيا يعني حتى النخاع والملك يعني قدر أن هذا الرجل يعني أكثر رجل في الكويت يمكن التفاهم معه خصوصا وقد قرأ في زيارته الأخيرة لبغداد أنه يعني الخطر بات واضحا من قبل العراق على الله طبعا محدش كان يتصور أنه العراق بديه احتل الكويت يعني كان دائما التصور والخوف أنه القوات العراقية تسيطر على المنطقة الجنوبية حقل الرميلة وهي المنطقة يعني مش أنه الكويت الدولة شايف طبعا أنا يعني وصلت قال لي هذا الرجل لما حكيته قال لي ما في مشكلة أنا برسل لك موظف مراسم باستقبلك في المطار مع الفيزا مش عارف إيش ودخلت الكويت على أساس أنه تاني يوم صباحا سيرسل للسائق لكي أقابل الشيخ صباح وأخبره بالرسالة يعني الحقيقة القصد كان أنه أنا يعني أقول للشيخ صباح أنه جلالة الملك يعتقد أنه في ملو انت كديبلوماسي يعني واضح وهذا أنه لو أصدرت تصريح تقول فيه أنه يا أخي إحنا خصوصا فيه ضوء التصريحات التي سبقت يعني قيل مثلا من ضمن ما قيل أنه لما أمير الكويت زار العراق قبل ذلك ببضعة أشهر زيارة رسمية ومنح أوسماء وأنواء ومنحوا صدام أعلى ويسام وقيل وأخبروا عزة إبراهيم أنه هم مستعدين يشطبوا الديون ولكن دون الإعلان عن ذلك طبعا كان لديهم الأسباب أنا إيش هي الأسباب ما بعرف إنه ما بعرف أنه كان لديهم أسباب أنه لا يريدون فقال يعني أنه لو الشيخ صباح يعني عمل تصريح صحفي أنه يا أخي إحنا نقدر للعراق أنه حمى الخليج العربي من الأطماع الفارسية اللي كانت تمثلها إيران في ذلك الوقت وطبعا إحنا يعني بدلنا كل ما نستطيع لمساعدة العراق وما زلنا على استعداد وأي خلافات بيننا يعني يمكن حلها إما في إطار الجامعة العربية أو ضمن الدبلوماسية الثنائية يعني متبادلة بيننا ومنا يقول لي يعني ربما لو عمل مثل هيك تصريح يعني بيسحب لبسات من تحت أو يهدئ النفوس يهدئ النفوس وسيسلم تمك هو هذا التعبير اللي أنا كنت مبحث عنه وبيهدئ النفوس وبالتالي يعني يحول دون أن يتورط العراق في مغامرة غير محسوبة فأنا وصلت الكويت ساعة 12 بالليل واحد على اثنين يوم واحد على اثنين ووصلت الفندق تبعي بحدود ساعة واحد ونص بالليل صحوت الساعة خمسة اللي تولت بالضبط وأنا أسمع إطلاق عيارات نارية وتفجيرات فأني درجة أنا فكرت أني بحلم الحقيقة حتى أثبت لنفسي أني ما بحلم قعدت في الفراش إي يا أخي قلوا فيه هذا فقمت أنا الفندق كان زجاجه أسود أنت من جوة بتشوف اللي بره اللي بره ما بيشوفك فقمت أتفرج وإذا بره اثنين جنود لابسين كاكي وعلى بانطلونهم هنا حز أصفر فأنا اتذكرت من زيارة زيارات جلالة الملك اللي كنت أرافقه فيها أنه هدول تبعين الحز الأصفر هم حرس الأمير ودخلوا في الشوبينج مولي اللي أمام الفندق شوية ما فيش دقائق ولا وراهم اثنين جنود لابسين بتل دريس معهم رشاشات ودخلوا وطلعوا مكتفينهم من ورا وحطين الرشاشات ودورهم ساقوهم أمامهم إلى فندق الشيرتون اللي كان يعني على بعد أمتار من ذلك الفندق فأنا بقول لنفسي كنه فيه انقلاب في الكويت يعني ما خطر على بالي الغزو ويطلاقك بس يا أخي مين بالكويت بدي انقلب على مين يعني الكويت شيء غير منقلاب فرضية بعيدة لا يمكن فروحت على الرادي وبعتر هذا وقل له وطلع وقل هنا الكويت أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الكويتية أن القوات العراقية الغاشمة قد احتلت بعض المواقع الحدودية هو قال طلعت على الرادي وقلت له أحياء يوم تحت يعني أنا ساعة إذن أدركت أن العراقين دخلوا الكويت أنا رسالتي أو مهمتي كانت يفترض أن تنستمع 12 ساعة يعني حتى أنا عائلتي سبقوني إلى لندن كنا راحين قد إجازتنا في لندن وقلت لهم يا عمي اسبقوني أنتو 12 ساعة وبالحقكم أنا فأخذتني 14 يوما حتى استطعت أن أخرج من الكويت ومشيا على الأقدام إلى القراء في الصحراء إلى القراء نعم بمرافقة رجل أعمال أردني الله يذكره بالخير اسمه غيث شريحة طبعا إحنا يعني كيف بدأ أقول لك يعني إحنا أنا ليش اخترت أن أذهب باتجاه العراق لأنه أنا لم أكن واثق أنه لو ذهبت إلى الحدود السعودية أنه بسمحولي أدخل أنا جاي من الكويت والقوات العراقية تحتل الكويت ومعيش فيزا أما بالعراق فكل جماعة يعني القيادة كلهم أصحابه بعرفهم لأنه كنا يعني زي ما أنت حكيت قبل شوي أنه كل أسبوع مرة أو مرتين نزور العراق فبالتالي كلهم أصدخائي يعني ولذلك قررت أن أذهب باتجاه بغداد على أساس أنه من هناك يعني يأمنوني أعود إلى الأردن وهذا اللي حصل بس أنت فقدت بالأردن فقدوك أعتبروك مفقود يا رجل ابني راح بلغ الصليب الأحمر أنه أبوي مفقود في لندن طبعا لأنه يعني قطعت الاتصالات الهاتفية وبعدين مش يوم ولا يومين يعني أنت بتحكي عن ملك على 14 يوم لا سمعوا مني ولا عارفين يتصلوا معي ولا أنا عارف يتصل معهم وما فيش أي أخبار بالأردن إذن عدت إلى الأردن عن طريق بغداد نعم نعم خلينا وقفة ونتواصل مشاهدي الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الدكتور سمير مطاوع وزير الإعلام الأردن الأسوات حياكم الله من جديد دكتور بعد دخول العراق إلى الكويت أنت وقيت بالعراق لكن عقد مؤتمر في القاهرة نعم وحضر جلالة الملك أنت ما أتيحت لا مقتبوش ما أتيحت لك الفرصة لا لكن اطلعت على الوثائق الأردنية طبعا ماذا جرى في هذا المؤتمر يسيد هو يعني الحقيقة أنا لدي بعض المراحزات يعني كتبت هنا حتى خصوصا أروي لك ياها يعني لأنه هذه اللي أنا كتبتها على ضوء اطلاعي على الوثائق نعم وثائق الديوان الملكي الوثائق اللي يعني المسجلة فيها التفاصيل أولا يعني وصلت أول شيء برقية برقية رئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر القمة طاه ياسين رموان نعم إلى الرئيس صدام حسين رد عليها أنه طبعا صارت القوات الأجنبية دخلت في ذلك الوقت فرد عليها أنه وجه نداء للأم العربية والإسلامية بالجهاد ضد القوات الأمريكية التي تواجدت في الأرض المقدسة فطبعا وطبعا ذكر يعني أنه السبب في ذلك ذكرهم بالاسم يعني الملك فاهد والرئيس سيم بارك شايف أنه هم اللي يعني والحقيقة يعني كان واضحا فيما بعد يعني من تسلسل الأمور اللي أنا تابعتها أنه يعني الملك حسين مثل ومثل آخرين يعني من ضمنهم الرئيس الجزائري الشادلي من جديد يعني كانوا يريدوا أن يحل هذا الموضوع ضمن الأسرة العربية لكن كان واضحا أنه طبعا بالدعاء أن القوات هاي جاءت للدفاع عن السعودية ولكن الأراخ لم يكن في يعني في مخطط أي شيء إله علاقة بالسعودية على كل الأحوال طبعا يعني في هذا طبعا تم تبادل اتهامات وتراشق كلامه إلى آخره شايف كيف وأنه يعني طاه ياسين رمضان قال أنهم دخلوا الكويت لاستباق أن تقوم القوات العراقية بمهاجمة العراق يعني أنه هو اتخذوا على سبيل الدفاع وليس على سبيل قوات الأمريكية نعم وليس على سبيل الهجوم بس جلق حتى استعبل تعبير لأنه يريد تأمين نفسه شايف طبعا رئيس الوفد الكويتي اللي هو الشيخ سعد سعد الرد طبعا أنه يعني من يعني من صفات الأخوة أنه يعني يستعملوا القوة العسكرية لاحتلال دولة أخرى وطبعا يعني ذكر أو ذكر أنه أبلغ عزة إبراهيم أنه الكويت مستعدين محديونه بس شريطة أن لا يعلن عنها شايف هذا حكى بالمؤتمر أو ذكر عن قصة الزيارة اللي أنت أشرت إلها قبل القليل أنه زيارة أمير الكويت للعراق قبلها ببقيت أشهر وأنه صدام أنعم عليه بأعلى وسام إلى آخره شايف طبعا زي ما قلت لك أنا يعني كان الاجتماع هذا أو النوتس الملاحظات اللي أنا أخدتها من المحضر أنه الرئيس الشادلي القليبي اقترح بقيام وفد عربي شادلي الجديد لول القليبي سوري الشادلي بن جديد رئيس الجزائري اقترح أنه يعني تقوم لجنة عربية من عدد من الزعماء بزيارة العراق لي يعني مناشدة صدام أن ينسح ينسح ورفض هذا المقترح وقال أنه يعني بهذه العملية أنه ضيعنا كفاح أجيال حاربة المستعمر الآن يعني عدنا المستعمر استغل الفرصة كما تبدي الملاحظات الرئيس الأسد اللي قال أنه ابحثوا عن السبب وليس النتيجة يقصد العراق أنه الاحتلال هو الذي يستجلب القوات الأجنبية وقال يعني أخرجه شو شبه يخرج العراق من الكويت أنا كفيل أني أنا أخلي الدول اللي جابت قواتها أن تنسحب شايف بعدين الرئيس السوداني عمر البشير يعني حكى كلام كلام أنه يعني لا يجوز استعمال القوة لحل الخلافات بين العرب وإلى آخره ودعا إلى خروج شو اسمه القوات الأجنبية وأن تحل محلها قوات عربية أذكرك أنا أنه سنة الواحد وستين لما عبد الكريم قاسم هدد بمهاجمة الكويت الأردن ومصر أرسلوا قواتهم للدفاع عن الكويت في ذلك الوقت لذلك اقترح اقتراح شبيه بذلك الاقتراح أنه تحل قوات عربية محل القوات الأجنبية في السعودية فطبعا الملك فهد يعني رفض شو رفض بغضب يعني وقال له أنت مش عارف شو اللي بتحكي بما معناه يعني شايف آآ آآ مصيرا لا يعرف ما يقول وأنه في كلامه في خلط وأنا أرفض شريعة الغاب يعني أنه احتلال الكويت وشريعة الغاب وقد طلبنا من الدول الصديقة أن تدافع عنا يعني عن السوري نعم وليس أن تهاجم أي دولة عربية فهذا اللي وأنا أحتج على كلام الرئيس السوداني بمن طوى عليه من مس لكرامة المملكة هذا كلام المكلفين الملك حسين هنا يعني قال أنه هنا أنا أشرت قبل قليل إلى موضوع المؤامرة قال هناك من يريد تحجيم العراق وإضعافه والقضاء عليه وهو الذي قضى ثمانية أعوام يدافع عن النظام العربي في شرق العالم العربي وما كاد يخرج من المعركة حتى بدأت الأضواء تصلت عليه لتشويه صورته وبالتالي تعبئت أنصار إسرائيل ضده شاية طبعا هو مش ذاكر أنصار إسرائيل هذه مني أنا ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن نقف مع احتلال أراضي الغير بالقوة هذا اللي أنا كنت أقوله دائما للصحافة الأجنبية لما يعني كنت أسأل لأنه أنا كنت ناطق باسم الدول الملكي في ذلك الوقت وأيضا في المحاضرة اللي أنا قدمتها واللي حكيت فيها قصة أزمة الخليج في كتابي شو اسمه Time to Speak هذا الكتاب الإنجليزي شايف وترجمت نسخة منه للعرب في كتابي اللي عنوانه أوراق سياسية من زمن التي والنكسات بالتالي يعني المؤامرة على العراق كانت واضحة والقصد كان يعني يبحث عن حجة ليورطوا العراق في شيء يعني كما تفعل إسرائيل دائما لكن جلالة الملك كان محمل برسالة من صدام حسين للمؤتمر إذا على المؤتمر لا يذين العراق بالضبط وأعتقد الملك وصلها نعم نعم إنه هو على استعداد لأن ينسحب خلال أيام شرط أن لا تبدأ الإدانات العربية تصدر ضد العراق في هذه الأثناء في هذه الأثناء كانوا عقدوا مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية فأصدروا بيان أدانوا في العراق وهذا اللي يعني خربت الأمور شايف أنا هاي الملاحظات اللي أنا سجلتها يعني من المحضر الاجتماع على أساس إنه أنا هاي هل تعتقد قرارات المؤتمر كانت يعني متخذة مسبقا أو يراد لها أن تتخذ نعم نعم من من نعم من الرئيس مبارك والملك فهد لأنه كانوا يريدوا أن يستقدموا القوات الأجنبية اللي هي القوات الأمريكية يعني وخصوصا أنه الموضوع يعني يتعلق لا الآن للتاريخ يعني يعني صدام حسين ما منح فرصة للانسحاب لو منح فرصة للانسحاب منح أكثر من فرصة لكن الحقيقة يعني أنا بتهيأ لي أنه لم يكن يتصور بتهيأ لي وأنا مرضو هذا يعني تحليلي أنا لم يكن يتصور أن الأمر سينتقل إلى حالة حرب ضد القوات العراقية يعني هو يريد أن ينسحب لكن بشروطه بمعنى آخر أنه يريد أن ينسحب انسحاب سياسي أو انسحاب يعني محاط أو مغلف بالأعذار السياسية أو بالأسباب السياسية حتى لا توصف الانسحاب على أنه هزيم للقوات العراقية طيب الأردن كان متهما بين القوسين بالوقوف مع العراق كيف كانت الدبلوماسية العراقية وأنتو كإعلام أردني تتعاملون مع هذه القضية يا سيدي أنا فسرت هذا الكلام كما قلت لك في الفصل اللي أنا تحدث فيه عن أزمة الخليج طبعا أنا تحدثت الحقيقة لأنه يمكن ربما أنا أكثر واحد عايش هذه الأزمة بكافة التفاصيل وأنا يعني كانت البداية في محاضرة ألقتها في كلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أكستر في بريطانيا لأنه أنا كنت أريد أن أتوجه للرأي العام الغربي لكي أفسر ما الذي أسيء تفسيره عن موقف الأردن تجاه حرب الخليج لأنه هم صوروا أن الأردن كان داعما لصدام حسين في احتلال الكويت وأنه كان مؤيدا ومن لك حسين هيو حتى في مؤتمر القمة قال أنه لا يجوز احتلال أراضي الغير بالقوة من يقف فراء تسويق هذه المعلومة؟ ما هي الدوائر؟ للصحافة الغربية للصحافة الغربية لأنه كما قلت لك كان يهيد وأن يحيد كان الهدف الأردن للعراق؟ العراق طبعا لكن الأردن بالنظرا لأنه يعني ما هو يجب أن لا ننسى في ظروف أخرى احنا ما ذكرناش ما تحدثناش عنها المظاهرات التي كانت تخرج لم تكن تخرج تأييدا لصدام وإنما تأييدا لموقف الملك حسين الذي كان يريد أن تحل هذه القضية في المحيط العربي ثم بعد ذلك احتجاجا على الضرب الذي تعرض له العراق وخصوصا بعد الهجم الشرسي على ملجأ العامرية اللي ضربوه وهذا يعني الناس فزعت أن العراق يضرب بهذه الطريقة شيء لم يكن يحتاجا بقامة الموضوع ولكن الصحافة الغربية صورت أن ذلك تأييدا من الأردن لوجود أو لغزو العراق هل تصدعت هل تصدعت علاقات للأردن عربيا في ضوء موقف من العراق مثلا مع السعودية مع مصر مع سوريا نعم لم تكن العراقات يعني على أطيب ما يمكن مع أنه أنا رافقت يعني جلالة الملك السين بصفتي الإعلامية في الدوان الملكي في ذلك الوقت لعدد من الدول يعني ومن ضمنها سوريا يعني الملك كان يريد للعراق التقم على الأسد آه طبعا أنا رافقته مرتين يعني وحتى بعد ذلك في المرة الثانية لسبب آخر سأرويه في مذكراتي أنا قلت لهم أنا أي سفرة أخرى لسوريا ما رأعرف فيها ليش؟ بعدين برويها قصة بدها تفسير الحقيقة شاهد؟ آه أنا لن أذهب إلى سوريا بعدها حتى صار يضحك على أي الملك الله يرحمه قال لي بسيطة بناخد فلان يعني سمى أسمى واحد ثاني آه المهم أنه حاول في ذلك الوقت أن يقنع آه مش يقنع يعني يحاول أن يفسر أنه بما يقوم به العراق ليس الموضوع أنه أنا أريد أنا أريد فقط أن أضع حد للأطماع الفارسية في العراق وخصوصا في منطقة شط العرب واستند في ذلك إلى الاتفاق اللي تم 75 أي نعم بين شاهد إيران شاهد إيران فلذلك يعني يعني أنا طبعا لم أكن على الطلاع على ما كان يدور بين الاثنين بين الزعيمين يعني بين الملك حسين لكن ممكن تستقل انطباع لكن آه طبعا ما هو كان الملك يشرح لنا يعني وإحنا في الطيارة قال لهذا أنه يعني طبعا السوريين يعني لهم موقف آه متعلق بإيران يعني يصعب آه تذليله لصالح ما يجري في الجبهة الشرقية بالنسبة للحرب العراقية الإيرانية لذلك الحقيقة يعني بعد زيارتين ثلاثة يعني طبعا الأردن كمان كان يريد أن يحافظ على علاقات طيب مع سوريا لأنه تنساش إحنا عندنا مشكلة أساسية أن خط الترانزيت تبعنا يمر عبر سوريا وهذا كان يمثل جزء كبير من التجارة الأردنية والتجارة العربية أيضا ما بين تركيا والسعودية ودول الخليج والعكس لذلك الحقيقة يعني إحنا كان عندما تزعل مننا سوريا ويغلقوا الحدود يخرب بيت التجار والصناعيين وكمان تنساش أنه إحنا 53% من الإنتاج الصناعي الأردني كان يصدر للعراق لذلك يعني أي أزمة تتعلق بأي من البلدين كانت تؤثر على وضعنا دكتور كاستنتاج شخصي من خلال حاديث الملك جلالة الملك معك ومن خلال لقاءاته بالأسد وصدام الخلاف بين الرجلين خلاف على استراتيجية العمل العربي المشترك له خلاف شخصي على الزعامات لتنين يعني الملك حسين كان يستغرب أنه تنين يمثلان حزب وا حزب البعث وحزب البعث أول أول مبدأ من مبادئه هو الوحدة العربية وحدة اشتراكية مش عارف إيش المبدأ الثالث وحدة حرية واشتراكية آه وحدة حرية اشتراكية فالوحدة هي المبدأ الأول طب الوحدة تعني أنه أولا شيء التكامل ثم العمل المشترك ثم السياسات المتشابهة أن أما يكون فيه هذا على من يلقي لهم كان لا ما كانش يلقي لهم لا شوف الملك حسين كان حريص جدا الحقيقة في كل مكان يصوره أو يتحدث عنه فيما يتعلق بالزعماء العرب الآخرين يعني حتى على القذافي يعني أنا عمري ما شفته أوجه كلمة يشتم منها أنه يعني فيه انتقاص أو شتم أو 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 نعم نعم يعني حتى لما طلب مني لما كنت أسوي برنامج في التلفزيون الأردني اسمه أحدات الشخصيات يبدو أنه القذافي هلكوا بالمقابلات التلفونية أنه بدي يطلع في هذا البرنامج معي فيوم الله يرحم والتقيت فيه سلمت عليه أنا طبعا أيام أنا كنت خرجت من الديوان من زمان يعني فقال لي يا سمير طلعين القذافي فأنا حتى يعني مازحا بالطريقة اللي حكى معاي فيها قلت له يا سيدي أعتبر هذا توجيه قال لي يا سيدي أعتبره زي ما بدك بس خلصني ليش القذافي بدي يطلع بدي يطلع في هذا البرنامج هذا البرنامج كان اسمه أحدات الشخصيات الحقيقة وكان يشاهد في جميع أنحاء العالم العربي لأنه كنا نبثه على القناة الفضائية والسبب أنه أول برنامج يدخل المقابلات مع شخصيات عالمية عبر الساتلايت من خارج الستوديو لم تكن هذه التجربة قد دخلت العالم العربي يعني كانت موجودة فهي مطلع التسعينات نعم فلذلك أنا نقلتها للتلفزيون الأردني ونجحت نجاح منقطع النظير يعني الحقيقة وقابلت عدد كبير من الشخصيات العالمية والعربية من ضمنهم الرئيس كارتر مثلا من ضمنهم شمعون بيرز اللي كان رئيس إسرائيل من ضمنهم أحمد قريع من ضمنهم طبعا دولة الدكتور عبد السلام المجالي بس يعني في الأردن قابلته من اللي قابلتم بالساتلايت مين كمان عبد المجيد أثبت عبد المجيد أمين عام الجامع العربي عمر البشير تبعت سودان مين كمان من ال يعني أنه على ذكر الأسد وصدام نعم يقال أن جلات الملك حاول التقريب بينهما في اجتماع نعم نصب خامة وجمع الأثنين بس ما توصل النتيجة شون المعلومات اللي استربت عن هذا الاجتماع يعني هذا الحكي تم الحقيقة على هامش مؤتمر القمة الذي عقد سنة 87 يجب في عمان نعم هذا الحقيقة الهدف من هذا الاجتماع كان القضية اللبنانية الحرب الأهلية اللبنانية ثورة الحجارة قامت بعد ذلك يعني بذلك الاهتمام الأساسي كان منصبا على أن الضغط من الدول العربية كافة على الأطراف اللبنانية لحل الحرب الأهلية اللبنانية وأيضا فيه أعقاب يعني موضوع أزمة الخليج والحرب العراقية الإيرانية طبعا الحقيقة يعني صدام في ذلك الوقت كان يشعر أولا أنه بات قاب قوسين أو أدنى من المصر ولذلك يعني كان ماخب نوع منه تحدث من مصدر قوة آي نعم وحافظ الأسد اللي هو يعني حليف إيران يعني كان طبعا لم يشعر أحد لكن كان واضحا من تصرفاته أنه يعني غير مرتاح لدرجة أنه لم يعني الأثنين ما تحدثوش مع بعض إطلاقا أنه كان الملك حسين هو الذي ينقل بين الأثنين على أساس يحاول أن يقنع الأثنين أنه يا أخي أنتو تحالفكم تعاونكم مع بعض هو قوة للأمة العربية واخسارة أنه أهم دولتين بعد خروج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي أهم قوتين ركيزتين سوريا والعراق سوريا والعراق سوريا والعراق وحزب واحد بالزبط لكن يعني أنا في تصوري أن التعنت أكثر كان من الرئيس حافظ الأسد لأنه يعني طبعا لأنه كان يعني عارف أنه إيران هي الداعمة له ولنظامه شايف بعكس العراق لأنه العراق كان النظام ثابت ما كانش ما كانش فيه عليه خطورة نتيجة لأنه في حرب في حالة حرب يعني حتى أي طرف عراقي لو كان يريد الانشقاق أو يعني ما التقعوا لأجهان لوجه الرئيس والرئيسية بلى بس يعني ما تحدثوش مع بعض وين صار اللقاء في الجفر في منطقة في جنوب الأردن في صحراء هي صارت البداية هنا في مؤتمر القمة وأنا ورجيتك الصورة اللي نعم اللي الثنين يعني قريبا من بعض كانوا دائما يتخاطبوا أنه يوجهوا الكلام لجلالة الملك يا جلالة الملك كذا وكذا وكذا فهذاك يجاوب والله يا جلالة الملك كذا وكذا وكذا يعني إياك أعني وأسمعي آه على أيوا بالضبط على غرار ما يتم الحقيقة في الأمم المتحدة يعني أنت عندما تخطب أو تحدث في الأمم المتحدة تخاطب الرئيس يعني بتقول له يا رئيس كذا وكذا 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 نتسمع الآخرين آه والآخرين بيسمعوا فهم يعني هذه اللي بتسموها الشتم هورورس يعني هم أنه أنت بتخاطب الرئاسة في موضوع الحديث اللي بدك تحكي فيه طيب إذن نتوقف هنا إلى فاصل ونتواصل معك مشاهدة الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا حياكم الله من جديد مرحبا بك دكتور أهلا بك محطتنا الأخيرة ستكون في أقصى المغرب العربي في الجزائر نعم لك تجربة في الجزائر فتقن من بغداد إلى الجزائر نعم جخلت مع ابن بلة في بدايات التحرير نعم الجزائر لها جزء عزيز وغالي من إرثي العاطفي لأنه أنا يعني كرمت كثير من الجزائر الحقيقة كيف طبعا أنا أنا يعني ما في شك أنا كان إلي دور في الثورة الجزائري دور بسيط لكن كان دور كيف دخلت مع ابن بلة خلنك تصر دقائق قليل عنه يا سيدي أنا أولا كان يفتر أنا تعرفت على ابن بلة في طرابلس لما أطلق صراحه لكن لما انتباهت أنه دخل بن بن خدة والجماعة تبعوا دخلوا الجزائر بدون بن بلة رفضت أن أذهب إلى الجزائر لذلك دعاني لما وصل للحكم بن بلة دعوني في السنة التالية يعني في الاحتفال الأول للاستقلال لهذا أدخل الجزائر مع بن بلة لأنه كان هو في تلمسان فأنا طبعا وقام بجولة في جميع أنحاء الجزائر وصورت عشرات الصور وكلها صور نادرة يعني مثلا صورت جزء أقادة الثورة الجزائرية وهم ينزلوا من الطائرة على الحبل لأنه هبطت الطائرة في قاعدة جوية فرنسية مهجورة مش مطار مدني فيها السلم كيف ننزل من الطائرة فاقترحت طاهر زبيري رئيس أركان جيش التحرير أن نربط حبل في باب الطائرة وننزل على الحبل فأنا استأذنت أنزل أنا أول فصورت جميع زعماء الثورة الجزائرية وعملت لهم ألبوم هديك اليوم الحقيقة فوجئت أن قناة رؤية هنا في الأردن عملوا معاي مقابلة ذكرت فيها أنه أنا دخلت الجزائر يوم لاستقلال مع بن بلة فشاهد إخواننا الجزائرين فاستفسروا عني إلى آخره جاءتني دعوة رسمية من وزير الثقافة لزيارة الجزائر وحضور عدد من المناسبات الثقافية من ضمن افتتاح متحف المجاهدين فصوري كانت موجودة في متحف المجاهدين كيف قرأت شخصية بن بلة؟ بن بلة كان عظيم أقول لك ليش لأنه أنا في أول أول ما تكلمت معه قلت له سيادة الرئيس طبعا هم لم يعرفوني عليه قالوا الأخ سمير سمير مطاوع اللي هو أنت سمير مطاوع وقلت له آه أنا يا سيدي ما هو نافاتني أقول لك أنه أنا حصلت مقابل الدور اللي قمت فيه في مساعدة الثورة حصلت على الحق الحصري لتغطية مفاوضات استخلال الجزائر في إفيان في سويسرا وكنت كل يوم في الإذاعة الهولندية أقدم تقرير إخباري في مطلع نشرة الإخبار من دقيقة إلى ثلاث دقائق إضافة للريبرتاجات اللي كنت أكتبها في الأسبوع العربي والتي تعتبر سبق صحفي إخواننا الزعماء اللي كانوا في السجن الراديو اللي في السجن ما كانش يجيب أي محطة عربية إلا إذاعة هولندة العربية من بالتالي تقاريري كانت مصدر أولي فوري لما يجري في إفيان من موضوع المحادثة كنت تحكي لسيات الرئيس يعترض آه فأنا طبعا لما عرفوني عليه في الطرابلس يقول له الأخ سمير مطاوع يقول لي هو أنت سمير مطاوع قلت له آية سيدي أنت موين تعرفني قال لي يا سمير يا سمير تقاريرك من إذاعة هولفرسم كانت نسمعها في السجن لأنه الراديو السجن لم يكن يلتقط محطة عربية سواء إذاعة هولندة ونستمعنا تقاريرك منها ساعة إذن أدركت ليش يعني أنه سبب من الأسباب أنه أعطوني هذا الحق فطبعا زي ما قلت لك أنا وجهي للدعوة بعد ذلك في السنة الأولى للاستخلال ورافقت من بلة في جميع انحاء الجزائر من وهران غربا إلى قسنطينة وعنابة شرقا ومن الجزائر العاصمة إلى بسكرا وتيزي إيوزو في الجنوب فلذلك يعني أنا بعتبرها أهم تجربة صحفية في كل حياتي لأن أولا كنت أنا مصدر للآخرين لما انطوت عليه المفاوضة واحد تنين أنا كنت الصحفي الوحيد الذي كرم بدخول الجزائر مع بن بلة وبالتالي يعني أنا لما رحت رحت على القاهرة بعد ما سفرت بيسألني الرئيس بن بلة وين متوجه بعد الجزائر وقلت له والله رأي على القاهرة يا سيدي قال لي هي الأخ هواري متوجه بنفس الطائرة هواري ممدين؟ آه ليش ما تساوي وسافر معه فأنا فرصة صح لي هواري كان شو منصوبة؟ كان هم بجر الدفاع والقائد العام وطبعا كان أسطورة في ذلك الوقت فلما وصلت القاهرة كان في شبه صعرت مع هواري بالطائرة نفسها؟ عالطائرة كل الرحلة وهي ما ما سجلته منه سأذكره في مذكراتي إن شاء الله فلما وصلت القاهرة اتصلت في شب أردني كان اسمه محمد الخطيب رحمه الله صار فيما بعد وزير للإعلام في الأردن كان رئيس تحرير في وكالة أنباء الشرق الأوسط فباعتباره أردني اتصلت فيه اكتشفت تاني يوم أنه كان صديق لسامي شرف اللي كان مدير مكتب عبد الناصر فيبدو أنه نقل لسامي شرف أني أنا رفقت بن بلا في هذا فتاني يوم ساعة 9 صباحاً باتصل معاي بقول لي جيتك السيارة الساعة 11 إلك مقابلة مع الرئيس مع الرئيس ساعة 11 ونصر بقول له أي رئيس قال لي رئيس عبد الناصر فأنا سرقت أنا لم أطلب مقابلة مع عبد الناصر وفوجئت أنها رتبت بهذه السهولة فتصور والتقيت مع عبد الناصر نعم ولم أسأله سؤالاً واحداً ليش لأنه هو كل الوقت اللي يسألني عن بن بلا والجزائر وكيف استقبله الشعب الجزائري وكيف هيك هو كل الوقت كان مهتماً أن يعرف كافة التفاصيل عن موضوع الجزائر خصوصاً أنا أعرف لا تاريخياً أنت من التقيت مع عبد الناصر في حاجز بينك وبين عبد الناصر بحكم يعني بحكم الاحتكاك الأردني الفيلم في كتابي هذا إذا قرأت آخر فصل آخر فصل فيه أنا عامل دراسة عن عبد الناصر وهاي الدراسة كنت في الأساس قاصد أن أعملها كتاب كيف قرأت شخصيتها باختصار هذه المرة الوحيدة آه المرة الوحيدة طبعاً يعني أنا التقيت عن بعد لا لا يعني وجه اللي وجه زعيم زعيم وعروبي من الدرجة الأولى صحيح ديكتاتور لكنه زعيم وعروبي ومخلص وغير فاسد وهذا أهم شيء وين وجه الدكتاتورية يعني؟ يعني أنه المخابرات في مصر كانت مسيطرة على الدنيا فبالتالي بس في مصر نعم مخابرات بس في مصر مسيطرة؟ أنا لم أقول ذلك أنت اللي قلت أنا أحكي أنا أسلت يا سيدي شوف ما هو يعني بقصد أنه النظام الدكتاتوري في مصر يعني أولاً كان فيه مجلس معرفش اش كان يسموه يعني مجلس زي البرلمان مفترض أنه برلمان ولا كان يستشيره ولا شيء يعني أنا يوم صلاح صلاح البيطار الله يرحمه التقيت فيه في بيروت صلاح البيطار عارف أنت مين صلاح البيطار نعم نعم فتحدثنا عن جاوة سيرة عبد الناصر فقال لي جملة يعني عمر البنسر قال لي في حضور جمال عبد الناصر كان في حدا بقدر يحكي إلا إذا طلب منه الزعيم دكتور بقى الدقائق عندنا نختصر فيها قصة اغتيال أو محاولة اغتيال خالد مجعل وكنت وزير للإعلام نعم يعني بدقائق يعني ممكن نختصر يا سيدي أنا ذات يوم اتصلت معاي صحفية بالعشر والنص صباحا بتقول لي أو أنا وزير إعلام بتقول لي شو قصة اغتيال خالد مجعل قلت له أي اغتيال قلت له هي وزير إعلام وما بتعرفش باختيال خالد مجعل تشوف يعني هي تريد أن تتحداني بأسلوب ساخر قلت له لا ولا ما بعرف أعطيني ربع ساعة أستفسر وأرجع لك باختصار حاولت أتصل مع كل المسؤولين يا هذا عنده اجتماع يا مسكر تليفونه يا إما يعني خارج الوزارة أو إلى آخرية إلى أن تمكنت أن أصل إلى مدير الأمن العام اللي قال لي لا يا معالي الوزير هاي طوشة بين اتنين سواح كنديين وسائق خالد مشعل طوشة بالأردن يعني عركب هوشة بالأردنية هو قال لي هوشة وإنه لحقهم بالسيارة كانوا مستأجرين سيارة سياحية لحقهم عند عبارة الكيلو اللي هي تقاطع شارع مكة مع شارع المدينة المنورة دوار الكيلو يعني آه دوار الكيلو بالضبط وإنه وجعوا من الهدى وإنه لما أخذوهم على مخفر بيادر والد السير وجدوهم جراحين فقبل أن يبدأ التحقيق معهم ودوهم للإسعاف على المستشفى وعندما يبدأ التحقيق نبلغك بالتفاصيل فأنا انتصلت مع هاي الفتاة وقلت لها أنا هيك 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 الموضوع لما يصير التحقيق وعندي تفاصيل بأعطي لك ياها منهم أبطالة هوشة فأرادت هم أستنين سوحي الكنديين وسأخذت بشعل كنديين آه آه هم أتوعان الإسرائيليين بس يعني ببسبورات كندية ودخلوا عن طريق المطار فالمهم أنه يعني أرادت أن تسجل سبق صحفي على حسابي أنه وزير الإعلام يقول أنه ليس هناك مؤامر اقترار المشعل وأنه الموضوع موضوع طوشة بين اتنين سوحي كنديين وسائق خالد المشعل وطبعا قامت الدنيا ولم تقرد على الصحافة أنه أنا يعني أعتبروني أني أريد أن أغطي على إسرائيل من أجل أنه موضوع أو السطح القضية أن المعاهدة الأردنية الإسرائيلية معاهدة السلام يعني معنى ذلك أنها ستنسف وهو الملك حسين في حقيقة الأمير لما طلب الترياق هدد المعاهدة أو حياة الرجل لذلك جابوا له الترياق الترياق اللي؟ اللي أنقذ خالد مشعل لكن يعني هو ضرب بسكين مسموه آآ آآ مش بسكين إبرة إبرة آآ آآ غزو فيها بشكل سريعي يعني بحيث حتى هو منتبه يعني أو بالأحرى أو أحسبل هذا بس أنه يعني ما كايش حات متصور أنه هي عملية اغتيال إلى أن أحس بالوضع أنه مش هذا أنا كيف عرفت أنه الموضوع اغتيال اتصل فيه موظف الدول الملكي باعتباري أنا وزير إعلام ليخبرني أنه جلالة الملك أمر بنقل خالد مشعل من المستشفى الإسلامي إلى مدينة الحسين الطبية طبعا أنا صحفي الباكراوند تبعي فرأسا عرفت أنه الموضوع فيه باكراوند سياسي شو السياسي معنى أن بزبوط فيه اغتيال محاولة اغتيال طبعا أنا سمطت وطبعا الصحافة قامت قيامتها علي باعتبار أنه قال يعني أنا بدي أغطي على إسرائيل أنه أنا يعني ما بديش أنشئ أزمة بين إسرائيل والأردن فلذلك هذا وفي الحقيقة الأمر أنا غطيت على عدم المعرفة الكاملة للذين زودوني بهذه المعلومات فطبعا الملك حسين الله يرحمه أنا اللي عرفتم فيما بعد أنه كان المشير الكعابني كان رئيس سيئة الأركان مع الملك حسين فبقول له الملك شفت هالتصريح اللي عام له وزير الإعلام اللي بقول له يا سيدي كذبوا عليه أعطوا المعلومات الغلاث لذلك تاني يوم فوجئت أنا أنه رئيس الوزراء باتصل فيه بقول لي اطلع فورا عالديوان الملكي طلعت وإذا فيه القاعة الكبرى في قصر رغدان فيها أكثر من 200 شخص صحفيين وكتابه هذا وملك حسين هذا فأنا طبعا أدركت الموضوع له علاقة فيه فبدأ الحسين الله يرحمه بقول لك أنا الملك حسين بالنسبة لي يعني كبدي كبدي فداه بدأ الحديث قال لهم يا إخوان أنتم قسوتم على معالي وزير الإعلام هو أعطاكم المعلومة كما أعطيت له وهذا الرجل بالحرف الواحد موضع ثقة المطلقة وهو من بناة الأردن وأشر عليه أنا في ذلك الوقت شعرت حالي ارتفعت 70 درجة وطبعا يعني هذا فطبعا أنا أدركت أن الملك حسين أراد أن يعني يعني مش يبرئني أراد يعني أنه يرد لإعتباري ثاني يوم بالضبط وهذا يستدعى للديوان الملكي لكي ينعم عليه بوسام الكوكب من الدرجة الأولى لأول مرة ينعم هذا الوسام على وزير عامل في العادة يعطى لشخصيات بعد لهذا أنا وأثناء ما أنا وزير شون شروط الملك كانت للإفراج عن الكنديين إطلاق أحمد يسين الله يرحمه إطلاق صراح أحمد يسين ولذلك جاء فيه وطلب صراحة فعلا نعم جاءت به لهيلوكابتر على مدينة الحسين الطبية وخضع للفحوصات الطبية قبل إعادته إلى غزة بناء على طلبه وأيضا جلب الترياق إلى أطبعا الترياق قبل جاء الترياق بسرعة الصاروخ لأنا أتأكد أنه كان موجود مع اللي جاءه يعني إذن دكتور سمير مطاوع الباحث قبل الوزير والوزير الذي كان جلالة الملك يفخر به والله يشوف والشاهد والشاهد على الكثير من المحطات وصاحب المشوار الذي يمتد إلى نصف قرن أنا بدي أصحح بس كلمة يفخر فقط من أجل التاريخ يعني أنا الله يرحمه الملك حسين كان يثق أن لدي قدرات بحثية كما ذكرت أنت ولذلك كان يعهد إلي بعض الأحيان أنه أعمله دراسات في مواضيع معينة هذا وأنا أنا يعني واثق تماماً أنه هو مش جابني على الديوان الملكي فقط من أجل خبرة الإعلامية وبالتالي أنا كنت مستشار إعلامي وناطق بإسم الديوان لكن أيضاً من أجل الدراسات لأنه شاف أنه لما أنا سويت كتابي طبع حرب الستوى ستين ونشرته لي جامعة كيمبريج يعني مين أعرق جامعتين في العالم مش أكسفرد و كيمبريج فلما أنا كتاب يكتبه أردني عربي وعن الصراع العربي الإسرائيلي وتنشره جامعة كيمبريج معناه أنه الكتاب له قيمة علمية يعني تستحق أن تنشر من قبل كيمبريج دكتور مشوارك طويل لمحطات كثيرة ولكن هذا ما يسمح به الوقت شكراً لك شكراً لذاقرتك المتقدة شكراً لمشوارك الطويل والغزير بالأحداث وكونك شاهد على محطات مهمة في التاريخ العربي على الأقل وشكراً لكم وشكراً للعراق العزيز شكراً لك العراق الذي يعني أحمل له أكبر التقدير يعني أنا إذا شئت أن أعتبر أكثر بلد أحمل له تقدير بعد الأردن هو الجزائر ثم بعد ذلك العراق العراق شكراً لك فالعراق عزيز عليه وأنا فخور أنه كل الذين تعرفت عليهم في المجتمعات الغربية وأنا عشت 32 سنة من حياتي في الغرب أهم وأرفعهم قدراتاً أو قدرات كانوا الشباب العراقين شكراً لك بكتور فتحياتي لهم جميعاً من يعني يتذكرني منه ومن لا يتذكرني